بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثالث من محاضرتنا الخاصة بالتايم مانجمنت المحاضرة السادسة بذكركم ان احنا كنا اخدنا خمسة بروسس وفاضل اتنين الاتنين اللي فاضلين هما الديفيلوب سكاجول والكنترول سكاجول والشابتر ده كان فيه سبع بروسس ستة منهم في البلانينج واحدة بس اخر واحدة هي اللي في الكنترول ما فيش حاجة طبعا في الانشيشن ولا الاكسيكيوشن ولا الكلوزينج الهدف من البروسس دي اللي هي ديفيلوب سكاجول بعد ما عرفنا الاكتيبيتي وعملنا سيكوانس وعرفنا اعملنا ستيميشن للريسورس المطلوبة وستميشن للديوريشن بتاعت كل اكتيبيتي فاضل بقى ان انا اعمل ديفيلوب للسكاجول انشئ الاسكاجول او اطوره ان انا اعمل ده مقصود بي ايه مقصود ان انا اعرف كل نشاط هيبدأ امتى وينتهي امتى وهل لو فلوت يعني هل فيه فترات سماح ولا النشاط لا لازم ان هو يبدأ في اليوم ده وينتهي في اليوم ده تحديدا وما ينفعش يتأخر ولا يوم وإلا هيأخر الجدول الزمني ده هو الاوتبوت الرئيسي بتاعنا اللي بسميه سكاجول بيزلاين هو ده اللي انا عايز اوصله طيب سريعا نبدأ في التولز والتكنيكس اللي عندنا عندنا سكاجول نتورك اناليسيز هي مقصود بيها تحليل الشبكة بتاعت الانشطة اللي انا كنت عملتها فيه سيكوانس اكتيبيتي عشان اطلع الديتس عشان اطلع البدايات والنهايات بتاعت كل اكتيبيتي ده يعتبر بس ترمينولوجي كده اللي هو سكاجول نتورك اناليسيز ده التكنيك الرئيسي ان انا عايز اعمل تحليل للجدول بس بعمل تحليل ازاي بعمل تحليل بالطرق اللي هتيجي بعد شوية اللي هي الكريتكال بات ميثود اللي موجودة معنا في الصفحة دي او الكريتكال شين ميثود اللي موجودة في السلايدس اللي بعد كده وكذا فاللقص ده اوضحه هنا ان السكاجول نتورك اناليسيز بتتم عن طريق الطرق اللي جاية تمام طيب نقرأ مع بعض اسلوب شبكي يستخدم لعمل الجدول الزمني تواريخ البداية والنهاية هو ده التارجيت بالنسبة لي يكون بتوظيف تقنيات تحليلية زي المسارة الحارج اللي هي كريتكال باتس ميثود والسلسلة الحارجة والوات ايف والليفلينج عشان اوصل للكلام ده طيب الكريتكال باتس ميثود طريقة المسارة الحارج وهي يعني المحاضرة كلها تعتبر ايمة عليها بشكل كبير او موظمها الهدف منها زي ما قلنا ان انا عايز احسب موضوع التواريخ بتاعة كل نشاط واحسب الفلوت بتاع كل نشاط تسمت كريتكال باتس ميثود لان الاوتبود بتاعها بيبقى فيه مصار حارج لما باقي اعمل تحليل للنتورك احد المصارات فيها بتبقى مصار حارج وعشان كده تسموها طريقة الكريتكال باتس ميثود بس هي مش زي الكريتكال تشين ما بتاخدش في اعتبارها موضوع المشاكل او العجز اللي في زي ما هنعرف بعد كده في التشين ميثود وبتعتمد على ان انا بعمل تحليل مشوار امامي زي ما كنا عملناه في الاكتيبيتي اون دا نود واكتيبيتي اون دا ارو في البروسيس اللي فاتت وبعد كده مشوار تاني خلفي باكورد باس والباس التاني دوت بيبقى الهدف منه ان انا اقدر اعرف الازمينة الليت بتاعة كل نشاط كتب لي الانشطة على المصار الحارج عادة ستكون لها فترة سماح اجمالية تسوي سفر دا معناه ان هي ملهاش اساسا فلوت الحاجة اللي على الكريتكال بات ملهاش فلوت بمعنى ان هي مينفعش تتأخر لو تأخرت هتأخر زمن المشروع وبيقول لي برضو تواجد اكثر من مصار حارج بالمشروع سوف يزيد المخاطر لا شك كل ما تزيد عدد الانشطة الحارجة ببقى انا الان اكتر لان يعني مسلا لو البروجرام او البروجيكت كله عبارة عن الف نشاط مسلا وفيه منهم حوالي اه متين نشاط كريتكال لو المتين دول واحد اتأخر فيهم فكده هيأخر لي زمن المشروع طيب لو المتين الكريتكال دول بدل ما هما يبقوا متين بقوا ستمية يبقى كده لو واحد اتأخر من الستمية هيأخر لي زمن المشروع ايه اللي حصل الفرق بين المتين والستمية الفرق ان احتمالية تأخر المشروع زادت بسبب ان لو كنت بقارن بامتين بألف يعني عشرين في المية لكن ستمية بألف بقيت ستين في المية يبقى زادت الخطورة فعشان كده كل ما تزيد عدد الاكتيفيتز الكريتيكال تزيد المخاطر طيب قبل ما نبدأ نحل الشبكة مع بعض نتعرف بس على موضوع البدايات المبكرة والمتأخرة عندي حاجة اسمها ايرلي ستارت وايرلي فنش الايرلي ستارت البداية المبكرة ده اول بداية يقدر يبدأ فيها النشاط والايرلي فنش اول نهاية يقدر ينتهي فيها النشاط والفرق ما بينهم هو مدة النشاط يعني لو اقدر اقدر النشاط ده يوم السبت الجاي وخلصه يوم الثلاث اللي هو مدة السبت حد اتنين ثلاث اللي اربعة تيام دول ابدأوا بداية السبت وخلصوا نهاية الثلاث يبقى بالتالي مدته اربعة يبقى السبت هو ده الايرلي ستارت ولو قال لي النشاط ده ينفع تأخره تلات ايام من غير ما تأخر زمن المشروع فبدل ما كان يبدأ السبت لا هيبدأ الاتنين مثلا فبالتالي اتأخر اليومين دول بدل ما السبت تبقى حد اتنين اتأخر يومين طيب يبدأ الاتنين وياخد الاتنين والتلات والاربعة والخميس يبقى كده هي دي البداية المتأخرة يوم الاتنين وينتهي نهاية متأخرة يوم الخميس ده بفرد النواه ينفع يومين طبعا ما خدتش ثلاتة عشان مدخلش في موضوع الجمعة يعني طيب يبقى كده البداية المبكرة اول بداية يقدر يبدأ فيها النهاية المبكرة اول نهاية يقدر ينتهي فيها نفس الحكاية المتأخرة اللي تستارت اخر بداية يقدر يبدأ فيها والنهاية المتأخرة اخر نهاية يقدر ينتهي فيها بحيث ان في الحالات دي كلها متتأخرش مدة المشروع فترة السماح الكلية التوتال فلوت التوتال فلوت عبارة عن ايه هي المدة اللي مسموح للنشاط فيها انه يتأخر من غير ما يأخر زمن المشروع في المثال بتاعنا كان بتاع السبت والثلاث والاثنين والخميس قلنا لو تأخرنا من السبت للاثنين يبقى كده يومين فبالتالي انا معايا فترة سماح يومين عملتوا يوم السبت عملتوا الحد عملتوا الاثنين حتى الان لسه المشروع ما بتأخرش عملتوا التلات بدأت فيه التلات لا يبقى كده المشروع هيتأخر يوم لاننا فترة السماح اللي كانت عندي التوتال فلوت كان يومين بس انا خلتهم تلاتة وبدأت بعد تلاتة يبقى انا كده هأخر المشروع يوم كمان يبقى التوتال فلوت فترة السماحة الكلية التي يمكن للنشاط ان يتأخرها دون تأخر المشروع عبارة عن ايه حسابتها معدتها ايه او احسابها ازاي قلت اللي اتنين ناقص السبت اللي هما اليومين او الخميس ناقص التلات نهاية ناقص نهاية هتبقى برضو هي هي اليومين فبالتالي بحسب الليت فنش ناقص الارلي فنش او الليت ستارت ناقص الارلي ستارت سواء بحسبها من على الفنش او من على الستارت اللي اتنين بيطلعوا نفس النتيجة اللي هي الاتنين ناقص السبت او الخميس ناقص التلات طيب الفري فلوت ده عبارة عن فترة السماح الحرة ايه هي الفريفلوت هي المدة اللي النشاط يقدر يتأخرها من غير ما يأثر على النشاط اللي بعديه من غير ما يأخر النشاط اللي بعديه طيب تخيلوا معايا كده لو السلسلة بتاعتنا كانت شبه المثال اللي فوق كده اللي هو موجود في A و B وبعد كده دايرة حمرة ده اللي هو اللي على اليمين وكان المفروض هعمل A وبعد كده B وبعد كده الدايرة الحمرة دي طيب ال-A وال-B لا شك ان دول على سلسلة واحدة معنى ان هم على سلسلة واحدة يبقى اي واحد فيهم يتأخر هيأخر اللي بعديه طبيعي جدا تمام هيأخر بداية اللي بعديه ومال امتى تحصل الحالة دي تحصل زي الجزء اللي تحت اللي هو A بيصب في B وB دا كان هيتأخر اساسا بسبب اللي قبليه الاحمر دا فبالتالي لو ايه تأخر مثلا يومين برضو مش هيفرق B هيفضل في نفس بدايته فبالتالي يبقى ايه يمتلك float مش موجود في الرسمة اللي فوق في الرسمة اللي فوق ايه لو اتأخر يوم هيأخر B اكيد لانه بعديه على طول لكن هنا لا على حسب بقى لو اللي تحت دا critical وB دا هيبدأ مثلا يوم الثلاثة وايه دا هيخلص يوم الحد فبالتالي معاقل الاثنين والثلاث يقدر ان هو يخلص لغاية يوم الثلاث يبقى الفلوت اليومين دول خاصين فقط بالنشاط ايه هو دا معنى فري فلوت فبالتالي احسبه ازاي مش بحسبه بقى جوه النشاط نفسه يعني ال total float لما كنت بحسبه كنت بحسبه عن نشاط كنت بقول نهاية ناقص نهاية او بداية ناقص بداية لا هنا بقى الموضوع خرش عن اول بداية له طيب دا كان نازل اول بداية له ناقص اخر نهاية الايه الفرق ما بين الاتنين دول سوري ناقص اول نهاية لأيه عشان اطلع الفلوت بتاعه يبقى اول البداية لبي ناقص اول نهاية لأيه بمعنى البداية المبكرة بتاعة B ناقص النهاية المبكرة بتاعة A المعادلة هي موجودة Free Float بتاعة A عبارة عن Early Start للB ناقص Early Finish للA لو بصنا على ال Bar Chart اللي على الجنب اللي على اليسار هنلاقي في المثال الاولاني هنا في Total Float ما بين Early Finish دي وال Late Finish دي او ما بين هنا برضو وهنا هو نفسه اللي هو كان من الثلاث للخميس او بتاع ال B طبعا النقطة دي مهمة لو انا عندي نشاط A لو Total Float والB هيبقى له نفس Total Float لان الاثنين على مصار واحد ومفيش اي تداخلات فيهم فهيبقى نفس Total Float موجود في الاثنين طيب اللي حاكم الموضوع ايه اللي حاكم ان فيه مصار تاني المصار التاني ده هو اللي احمر ده هو اللي ممكن يبقى critical وده مش critical فبالتالي المصار كله له Total Float معين ايه مثلا لها اتنين فالB هيبقى لها نفس الاثنين طيب لو ايه تأخرت الاثنين دول يبقى كده الB ما بقاش عندها حاجة لان هم خاصين بالمصار على بعضه تمام؟ فبالتالي Total Float لو واحدة من الانشطة اللي على المصار اتأخرت بتستهلك من Total Float ده وبيقل Total Float للB وممكن تستهلكوا كله فبالتالي الB ما يبقاش لها طيب هي النقطة مش مؤثرة قوي بس يعني ايه حبيت ان انا اذكره طيب نيجي بقى لل Free Float في المثال الاولان ده هلاقي ان ال Free Float بZero لان المفروض الاثنين وارا بعد على طول لو ده تأخرت يوم البداية المبكرة مش المتأخرة البداية المبكرة الاولى بتاعت بيه هتتأخر على طول لان الاثنين وارا بعد ده يخلص ده يبدأ طيب في المثال اللي بعده لا الموضوع ما كانش كده كان هنا في Total Float معين وما بين الايه والبي في Free Float ال Free Float اللي عندنا ده جاي من ان في مصار وانا بدخل مصار جوه مصار تاني فبالتالي البي لها زمن والايه معا وقت ان هو يقدر يتأخر عشان لسه ما حصرش الزمن بتاع البي دي فهنا ييجي ال Free Float ده الفرق ما بين الاثنين طيب هنا في اه 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 اخزمبل او اخزمبل اون سليوشن هسيب لكم المثال الاولين انت بروحوه خلين في التاني باعتبر انه هو في يعني تركة ممكن مش تركة كبيرة قدامنا خلان نبدأ نرسمه مع بعض قدامنا في جدول بيقول ان انا عندي اكتيبيتز اي بي سي دي لغاية اتش وموجود الديوريشا بتاعت كل واحد بالديز ومكتوب الاعتمادية بتاعت كل واحد الاعتمادية هل هي فنش تستارت يعني لازم الاولان يخلص بعكات تانية تانية يبدأ فلاقي ان في كلهم يعني كات ايه فنش تستارت داوي زيرو معايدة مثلا ان هنا بس الستارت ستارت تساوي واحد الستارت ستارت ما بين الاتش وما بين الاي يعني الاتش معتمد على الاي فبالتالي بعد ما الاي يبدأ بيوم يقدر الاتش انه يبدأ طيب نبدأ نرسم الشبكة مع بعض هنقول ان انا عندي نشاط ايه مدته تمانية مفيش حاجة قابلي مش معتمد على حاجة فده طالع من الستارت عادي النشاط بي مدته خمسة مش معتمد على حاجة النشاط سي مدته اتنين مش معتمد على حاجة الدي معتمد على الايه طيب اجا جنب الايه كده وارسم واقول انه هو معتمد عليه مدته ثلاثة طيب الايه ناخد بالنا ان انا بحط المدة فوق في المربع ده هنتعرف على مكونات المربع ده بعد شوية او مع البراكتس ده طيب الايه بعد كده الايه الايه معتمد على حاجتين على الايه وعلى البيه فبالتالي يعمل لها ساهم من الايه وساهم من البيه طيب بعدها الاف معتمد على السيه ومدتها اربعة وهكذا الجيه معتمد على الديه ومدتها تسعة الاتش معتمد على اتنين على الديه وعلى الايه اطلع لها ساهم من الديه وساهم من الايه طيب كده خلصت الشبكة بس عندي التالي ثلاثة الاخرانيين دول جي وإدش وإف عبارة عن نهايات مفتوحة لازم النهاية بتاعت الشبكة تبقى حاجة واحدة بس فمن جاي عامل اكتيبيتي واهمي كده اللي هو الاند ووصل كله بي طبعا ناخد بالنا ان انا زودت ستارت وستارت تسوي واحد اللي هي موجودة هنا بقية الاسهم ما كتبتش عليها اف اس تسوي زيرو اللي هي فنش تستارت باعتبار ان هي دي العلاقة الديفولت هي دي العلاقة الافتراضية طيب نبدأ نحل مع بعض الشبكة النشاط ايه هيبدأ يوم صفر صفر زائد تمانية تمانية يبقى بالتالي بكتب هنا في المربع ده الارلي ستارت وهنا الارلي فنش نشاط بي يبدأ صفر باعتبار ان ما فيش حاجة قبله ومدته خمسة يبقى يخلص خمسة هيستهلك اليوم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة نشاط سي هيبدأ صفر صفر زائد اثنين يساوي اثنين الطريقة اللي كنا شرحناها في اكتيبيتي ان دا نود طيب هنا ده الا قبلي ده تمانية بخدها هي هي وانقلها تمانية زائد تلاتة يساوي حداشر لو حد عايز يفهم فكرة الايام هي اخدنا التمانية وحطناها هنا وجمعنا عليها تلاتة ده معنا ان النشاط ده هيبدأ او هيستمر في الايام تسعة وعشرة واحداشر بس بكتبها كده بكتبها بالشكل ده تمانية لاحداشر باخد التمانية هي 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 عشان اعرف اجمعها على تلاتة تطلع حداشر يعني ده ينتهي في نهاية اليوم الحداشر تمام لو محد ما فهمش التريكة دي مش قضية مش مش مشكلة المهم ان انا عندي سفر زائد التمانية بقى تمانية التمانية هي 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 بنقلة تمانية وتلاتة حداشر طيب بالنسبة لل اي ال اي واخد من هنا ومن هنا وانا رايح في المشوار ده باخد الكبير وانا رايح باخد الكبير ليه باخد الكبير لان مثلا هنا النشاط اي ده هيستمر تمن تيام وبيه هيستمر خمس تيام ده هيخلص وده لسه شغال تب الاي بيقول لي لازم الاتنين دول يكونوا خلصوا يبقى ده اكيد هيبدأ بعد اخر واحد في يوم هيخلص اخر واحد يخلص يوم تمانية تمام فبالتالي وانا رايح خلينا نحفظها ان انا وانا رايح باخد الكبير يبقى هاخد التمانية تمانية وستة اربعة عشر طيب الاف ده سهله الاتنين هي هي بنقلها اللي هي الاتنين بتاعت النهاية بتاعت السي اتنين واربعة ستة طيب هنا دي سهله برضو الحداشر هي هي بنقلها حداشر وتسعة عشرين طيب اجي هنا واخد من اتنين واخد من هنا حداشر اكتب مثلا حداشر هكتبها دلوقتي بس ايه نشوف ممكن هي وممكن لا هنعرف دلوقتي طيب العلاقة التانية ماينفعش بقى اجي اكتب الاربعتاشر هي هي لان العلاقة هنا كام ستارت ستارت يسوي واحد يعني اساسا ما لقاش علاقة بالاربعتاشر وما لها علاقة بايه لها علاقة بالستارت اللي هي التمانية يعني بعد ما ده يبدأ بيوم اللي هي بعد تمانية دي ما تيجي بعدها بيوم اللي هو تسعة ده نينفع انه يبدأ فبالتالي الرقم اللي انا بدور عليه هنا يحداشر يتسعة وانا رايح باخد الاكبر عشان يكون حدث الفعل فبالتالي هكتب حداشر زي ما هي طيب حداشر وسبعة تمنتاشر اللي ما فهمش حاجة يعيد الفيديو تاني كده ويستوعبها واحدة واحدة طيب هنا ده عشرين وتمنتاشر وستة ده معنى كده ان مدة المشروع عشرين يوم نكتبها كده فوق الاند عشرين طيب ده كده المشوار الاولاني اللي هو الفورورد باس او المشوار الزهاب باس مشوار بي اضب الاس لكن باث اللي هو المصار تي اي تي اتش طيب مش هتفرق الاندوج المهم ان هو ايه المشوار الامامي نبدأ بقى نرجع المشوار الخلفي المشوار الامامي كنت باخد الكبير المشوار الخلفي هياخد الصغير لما يقبلني حاجتين متعرضين طيب في اول نشاط مفيش حاجات متعرضة هي هاجي العشرين دي وحطها هي هي هنا 20 العشرين دي وحطها هي هنا العشرين طيب اللي انا بكتبها دي اسمها ايه دي اسمها ليت فنش يبقى في المكان ده بكتب النهاية المتأخرة آخر نهاية يقدر ينتهي فيها فعلاً الف ممكن أنه ينتهي غاية العشرين عشان المشروع كله مدته عشرين فبالتالي ممكن أأخر الف دي الآخر مدى اللي هو أنها تنتهي يوم عشرين طيب أجي بقى عشرين ناقص تسعة زي ما كنت باجمع 11 و 9 هتطلع عشرين المرة دي هتطلع عشرين ناقص تسعة يبقى 11 طيب العشرين ناقص سبعة تبقى كام 13 العشرين ناقص أربعة تبقى 16 طيب هنا دي بردو سهلة هم جاي واخد الستاشر زي ما هي و 16 ناقص اتنين تبقى 14 طيب نيجي لللي هنا التلاتاشر دي عايز نقلها هنا طيب نقلتها دي هتتم ازاي هو فيه ما بين الاتنين دول سهم واحد الـ E دا جاي لها سهم واحد طيب يعني سهلة اللي ستارت و ستارت بتساوي واحد بمعنى اننا التلاتاشر دي هترح منها واحد تديني الرقم اللي المفروض اكتبه هنا في الـ Start 13 اللي هي الـ Start بتاعت التاني هترح منها واحد اللي هو بتاع العلاقة Start و Start و تساوي واحد يبقى كام يبقى 12 يبقى دي ينفع تبدأ 12 يبقى دي كده أنا حسبت البداية الاول مش النهاية لان العلاقة Start و Start وارجع بقى 12 زائد 6 يبقى 18 تمام؟ طيب اللي فوق جاي لها سهمين جاي لها من هنا و جاي لها من هنا هاحسب ده واحسب ده واخد الاقل وانا راجع هاخد الاقل طيب هنا جاي لها 11 المفروض اكتب هنا 11 طيب ومن هنا جاي لها 13 طيب الاقل من فيهم؟ الاقل 11 يبقى هاسبها 11 زي ما هي 11 نقص 3 8 طيب وهنا دي جاي لها سهمين نأجلها شوية الـ B جاي لها سهم واحد يبقى الـ 12 هاخدها واكتبها هي هنا كتبت المرة دي بقى الـ Finish على طول لان العلاقة Finish to Start 12 نقص 5 7 هاشيك 7 وخمسة 12 فعلا طيب هنا جاي لها سهمين هاحط الـ 12 ولا هاحط الـ 8 لا اخد الاقل يبقى 8 8 نقص 8 صفر طيب هنا الـ Start دي جاي لها 0 و7 و14 يبقى بدايتها اللي هي الصفر وده طبيعي طيب فاض المربع المربع ده هاحط فيه Total Float Total Float عبارة عن دي نقص دي النهاية نقص البداية سواء المبكرة او المتأخرة طيب 0 نقص 0 بـ 0 و8 نقص 8 طبعا بـ 0 هنا برضو 0 هنا برضو 0 طبعا لحظنا ان هي دي ايه critical ما ينفعش تتأخر ولا يوم طيب هنا 7 أيام وهنا 4 وهنا 2 لوما 13 نقص 11 وهنا 16 نقص 2 14 او هي هي 20 نقص 6 برضو دي او دي 14 نقص 0 14 كده حسبنا ايه؟ حسبنا Total Float طيب مين الكريتيكال باث هنا؟ الكريتيكال باث هو A D G A D G عشان هو اللي فيه اصفار طيب يبقى كده عرفنا الكريتيكال باث او الكريتيكال باث اللي موجود عندنا اللي هو A D G نظلله كده بايه؟ باللون الاحمر بحيث ان هو يبقى باين طيب ناخد بالنا المسار ده اللي هو ماشي هنا نلاقي فيه ان التوتل في لوت 14 وهم هم ال 14 طيب لو السي دي تأخرت 14 يوم يبقى استهلكت التوتل في لوت بتاع المسار ده كله فبالتالي ال F هتصبح حرجة لان ساعتها دي خلصت 14 دي تبدأ 14 او لا دي بدأت سورة 14 عشان تأخرت 14 يوم 14 و 2 و 16 يبقى دي تبدأ 16 و 4 ايام 20 فبالتالي ال F هتبقى كريتيكال اللي اقصد اقوله ان المسار الواحد لو عليه total float واحد الانشطة استهلكها اللي بعده خلاص ما بقاش له total float طيب برضو بيقول لي ملحوظة كويسة على موضوع free float لل B هو مكتوب صفر هي طبعا مش صفر هي 3 دي خطأ كتابة بس طيب ال B هنا لو ناخد بالنا ان هو بيصب في ال E بس ال E اول بداية لها 8 بسبب ان ال E حكمها ال E هتخلص 8 فبالتالي حكمة ال B انها تبدأ في 8 فبالتالي حكمة سوري ال E انها تبدأ في 8 فبالتالي ال B بقى عندها 3 ايام حرية من اول الخمسة لغاية الثمانية من غير ما تأخر النشاط E ولا يوم فبقى لها free float او سماحية حرة بمقدار 3 ايام لو جينا بصنا على المسار اللي تحت لا ال C ملهاش ال C ملهاش free float لمه ملهاش لانها لو تأخرت يوم 1 ال F مش تبدأ 2 هتبدأ بعد ال 2 يعني لو دي ما بدأتش 0 بدأت 1 1 2 3 يبقى دي هتبدأ 3 فبالتالي اي نعم المسار كله لا total float دي لها total float 14 لكن دي ملهاش free float بقيمة معينة free float بتاعها بزيرو اللي هي C تمام ال F لو بعدها activity تاني او لو اعتبرنا نهاية المشروع دي activity فبالتالي ال F ليها free float لانها تقدر تتأخر هما نفس ال 14 دور لو تأخرتهم مش تتأخر activity اللي بعدها اللي end بعد كده عندنا طريقة السلسلة الحرجة طريقة بتختلف اختلاف بسيط جدا عن critical path method طريقة منهجية او نظرية بتحاول ان هي تاخد في الاعتبار uncertainty او الشك لو انا في عندي قلق من resources ان resources مش هتكون متوفرة بحط حاجة اسمها buffer البفر ده مدة زمنية زيادة بحطها على شكل reserve كده او احتياطي فعندي نوعين من البفر نوع اسمه project buffer ونوع تاني اسمه feeding buffer البروجيك buffer ده للمشروع ككل بحطه في نهاية المشروع عشان احمي تاريخ نهاية المشروع عشان ما احصل لش slippage لتاريخ نهاية المشروع اما feeding buffer لما بيكون عندي كذا فرع او كذا سلسلة او كذا مصار بحطه على نهاية المصار اللي داخل في المصار الحرج عشان ما يأخر الرسومات اللي تابع البي ام اي خلينا نستعرضها الرسم اهو كانت موجود الرسم ده في البي ام بوك موجود عندي الاجزام على الكريتكال شين اكتيبيتي ا و ب و سي طيب الاكتيبيتيز دي حطلها feeding buffer لان هي تدخل وتصب في المصار الحرج في النقطة دي او في السلسلة الحرجة دي نفس الحكاية جي وعايزة تصب هنا فحطلها feeding buffer يبقى ده feeding وده feeding عشان هيصب في السلسلة الحرجة في اخر المشروع قبل الفينيش حط حاجة تانية اسمها project buffer والproject buffer عشان يحمي المشروع كله من والهدف من الـ بفرز دي زي ما قلنا موضوع الانسرتينتي او الشك او ان انا قلقان من توفر الموارد الطول والتكنيك عندي لبعد كده resource leveling تسوية الموارد تسوية الموارد مقصود بيها ان انا احاول احافظ على الموارد منتظمة او التوزيع بتاعها منتظم على مدار الزمن لو افترضت ان التوزيع اللي قدامي ده هو توزيع الموارد وليكن عندنا مثلا في اسبوع من الاسابيع وليكن شغالين الجمع مش مهم المهم ان ايه عندنا اكتيبيتي زي break work او اعمال الطوب او المباني شغالة ونظرا لان انا عندي اكتيبيتيز مختلفة فالاكتيبيتيز دي حطتها في الجدول الزمن وامتجاي محملها بالresources ولما حملتها بالresources كل اكتيبيتي مرتبط باللي بعديه واللي قابليه مثلا وليكنه مثلا اماكن مختلفة فبالتالي نتج عندي توزيع زمني للاكتيبيتيز وبناء على التوزيع الزمن ده قلت كل اكتيبيتي محتاج resources دي فلاقيت ان السابت عندي محتاج 14 بنا الحد 14 المندية 23 وهكذا بالتوزيع اللي قدامنا جيت قلت طيب انا لو جيت جبت 14 بنا في اول يومين وبعد كده زودتهم 23 كويس وزودتهم 29 جميل وبعد كده يوم الاربع ماشيت نصهم وبعد كده يوم الخميس قلت لهم طب اللي ماشيت ودول تعالوا انتقل ان انا حاول ان انا اوزعهم بشكل افضل شوية طيب الليبلينج بيقول ان انا اخليهم كلهم مستوى واحد لو جمعنا العدد ده كله اللي موجود واسمنا على عدد الايام هيطلع حوالي 20 لو خليتهم كلهم 20 يبقى هما العشرين بنا دول موجودين معايا وشغالين الشغل بتاعهم بشكل منتظم ما بمشيش منهم حد وما بزودش عليهم حد طيب قد يكون ده الطريقة دي اسمها ليبلينج عشان اقدر اعمل ليبلينج بالشكل ده انا بحرك في الانشطة يعني بحرك في ازمينة الانشطة نفسها بلعب في الجدول الزمني طيب ده ممكن يعمل ايه لما ارحل نشاط لقدام وقدم وكذا عشان احاول برضو حفظ على الاعتمادية شيء طبيعي انها يحصل زيادة في المدة الزمنية انزلاق في الجدول الزمني فبالتالي يبقى داع على الحساب ده ده كده موضوع ليبلينج البيينبوك ذكر برضو مصطلح تاني سموثينج قال لسموثينج يفرق عن ليبلينج في ان انا هحاول حافظ على زمن المشروع هقلل تقليل بسيط سموثينج بس مش لازم ليبلينج تام هعمل بحيث ان انا احاول اعمل ليبلينج بس من غير مغير في زمن المشروع من غير ما يحصل سليبيج للجدول الزمني وسمى ده سموثينج طبعا مش شرط بقى ساعتها ان يطلعوا قد بعض بالزبط كل يوم بس هيبقى سموثينج يعني وزنت ما بين الاتنين الطول والتكنيك بعد كده اللي معانا what if scenario تحليل السيناريو الافتراضي او ماذا لو هيجي معانا في الريسك بشكل افضل بس خلينا نقوله من دلوقتي what if scenario بيقول لي اننا احاول اشوف ايه البدايل اللي موجودة لو حاجة مثلا اتأخرت بحاول اننا اشوف مثلا لو منتج بدرس تأخيرها ده تأثيره ايه على بقية الاكتيبيتز والطريقة الشائعة او الاسلوب الاكثر شيوعا زي ما وكاتب اسلوب منتكر منتكر يعني طريقة بتعملي estimation للموضوع ده او تحليل السيناريوهات المختلفة بحيث ان هي تطلع لي الامباكت على الزمن وعلى التكاليف بنسب مقوية يقول لي مثلا احتمالية ان المشروع يتأخر يوم كذا في المية يومين كذا في المية تلاتة كذا ويقول لي مثلا احتمالية ان تخلص في 30 فبراير كذا كذا ومسلا ممكن بردو يشتغل على الكوست احتمال ان الكوست يزيد كذا في المية احتمال ان يزيد 1000 دولار كذا في المية 2000 دولار كذا في المية باعتبار ان أنا بس اديته برامتر واحد بس ان انا عايز اغيره وهو بيشوف الامباكت بتاع التغيير ده على جميع مخرجات المشروع من time و cost ده يعتبر اللي بنسميه what if scenario طبعا لشك بيتعامل ببرامج الكمبيوتر ضغط الجدول الزمني schedule compression ان انا احاول اقلل الزمن يعني لو عملت جدول زمني وبعد كده لقيت انه هو متخطي زمن المشروع المفروض انه هو يتنفز خلاله طيب يبقى انا محتاج ان انا اقلل في المدة دي عندي الطريقتين اللي موجودين قدامي الفاست راك والكراشينج فاست راك يقصد به ان انا اشتغل على التوازي ان انا بدل ما كنت اخلص موضوع مثلا المباني بالكامل وبعد كده ابدأ اعمل موضوع ترنشاط الكهرباء وبعد ما اخلصها اروح اعمل سباكة في الحمامات وبعد ما اخلص اجيب الرجل بتاع المحارة يشتغل لا ان انا حاول اشغل كل ده في وقت واحد الكراشينج مقصود بان انا اصرع الكراشينج مقصود بان انا ادفع فلوس زيادة عشان اخلص الاكتيبيتي اصرع وغض النظر بقى ان انا هعمله بتول وتكنيك معين او ان انا زود ريسورسز او اشتغل او اي ان كان بيسموه time cost trade off time cost trade off trade off يعني موازنة موازنة ما بين ال time وال cost time cost trade off بوازن ما بين الوقت والفلوس الاوتبوت الرئيسي عندي هو ال project schedule ده هو اللي انا بعمل البروزيس دي عشان اطلعها بطلع part chart بالشكل اللي احنا كلنا عارفينه بتاع الجدول الزمني وبطلع معه milestone chart المايلستون كنا عرفناها ان هي نقطة زمنية ان مرحلة معينة مثلا متوقع تبدأ امتى او تخلص امتى ومدته صفر هو ما يعتبرش activity ما يعتبرش نشاط بيتنفذ لا هو علامة بس بتقول لي ان المرحلة الفلانية دي هتخلص امتى ده كده بسميه milestone وده شكل عندنا milestone chart والbar chart baseline schedule baseline هو واحد من اصدارات الجدول الزمني وهو اللي انا ان انا هو ده اللي هنفذه بعد شوية بيحصل تغييرات التغييرات دي ما بضفهاش على ما بغيرش ابدا لكن لو حصل يعني تغيير معتمد لو ده خلاص ابدأ ان انا اعدل في بتاعي عشان يبقى عندي جديد منه طيب فايدته ايه فايدته ان انا لما بعمل update بقارن ده ابدأ زي في الجدول اللي تحت عندنا موجود مثلا ان ال substructure بدأ في اول اكتوبر المفروض يبدأ في اول اكتوبر ده البازلين اللي بالازرق ويخلص في نهاية اكتوبر اللي باللون ال purple اللي تحتيه المفروض ان هو ال actual بدأ في نص اكتوبر وخلص في نص نوفمبر فبالتالي اقارن اللون الموف باللون الازرق اعرف ان انا اتأخرت عن البازلين طيب during the execution the actual work will be compared against the baseline to calculate the variant. النوت اللي بعد كده النوت مهمة للأسئلة. المايلستون report والبرتشارت report قلناها من شوية الفرق ما بينهم المايلستون report ده مهم للسينيار مانيجمنت بقدمه ليه السينيار مانيجمنت البارتشارت ريبورت ده بيتقدم للتيم عشان التيم يقدر انه هو يتابع يبقى عارف ايه اللي تنفذ وايه اللي ما تنفذش. طيب اللي عندنا وانا بعمل الجدول الزمني. الاستميشن لديوريشن والريسورسز بيبقى الاول. بعد كده بعمل ديفيلوب اللي 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 بعمل بصورة اولية. then بعمل كومبريس وريسك مانيجمنت. المدة الزمنية بلاقيها تلعت اكتر من مدة المشروع. طيب لأنا عايز ان انا اضغط شوية عشان اوصل لمدة المشروع. ولو في اي مخاطر محتمل ان انا اخدها في اعتباري ازاو لها ريزير فقال لها حاجة. فبالتالي بعمل ريسك مانيجمنت معها. وبعد كده بعمل فينلايز للسكاجول. دي يعني النقطة مهمة بس لموضوع الاسئلة. طيب. اللي بعد كده كنترول سكاجول. وصلت اللي انا عندي تايم سكاجول. بابدأ بقى اثناء فترة المشروع. ان انا اعمل كنترول للسكاجول ده. بحيث ان انا اشوف انا ماشي فعلا تبقى للباسلين ده ولا لا. الانبوت اللي عندنا بروژيك مانيجمنت بلان. سكاجول نفسه. البروجيك كالندرز. الورك برفورمانس داتا. وهي دي النقطة المهمة. وورك برفورمانس داتا. العنصر ده او الاكتيبيتي ده. بدأ امتى. بدأ ولا لسه. نسبة انجازه قد ايه. كل دي عبارة عن وورك برفورمانس داتا. السكاجول داتا. اللي هي الرئيسية. وورجنيزيشنال بروسس اسيت. التولز والتكنيكس. برفورمانس ريفيوز. برفورمانس بروژيك مانيجمنت سوفتوير. الريسورس اوبتوميزيشن تكنيكس. لو انا عايز اعالج. لو حصل مسلا سليبت في الجدول. الموديلين تكنيكس. ليد سلاكس. سكاجول كمبريشن. سكاجولين. طول. الاوتبوت. وورك برفورمانس انفورميشن. دايما قلنا اي داتا بيطلع منها انفورميشن. برتبة بعمل عليها بروسس. بتطلع انفورميشن. الداتا معلومات ما اقدرش ان انا اقراها بشكل كويس. بجمعها ورتبها وزبطها وعمل عليها عمليات بتبقى انفورميشن. تبقى معلومة. يمكن فهمها. لكن الدياتا بيانات متجمعها لا يمكن فهمها. بصورة اولية يعني. اه سكاجول فوركاست. توقعات للسكاجول. شنج ريكوست. بروژيك مانيجمنت بلان اوب ديت. ندخل سريعا في مراجعات الاداء. مراجعات الاداء مقصود بها اننا اقيس نسب الانجاز وعرف التواريخ اللي اتحقق فيها النشاط او بدأ فيها النشاط وانتهى فيها النشاط. اتفقنا ان كل عمليات الكنترول ممكن ان يتطلع تشينج ريكوست زي ما قلنا. ان لو حصل اي انحراف او اي حاجة ممكن يبقى فيه اجراء وقائي او اجراء تصحيح. تحليل الانحراف مقصود بان انا اقيس الفرق ما بين الاتنين يعني زي اللي كان عندنا هنا بقول ان 15 نوفمبر ناقص 30 نوفمبر ده عبارة عن 15 يوم. ففي انحراف عندي تأخير في بمدة 15 يوم. تحديد سبب الحراف وهل يستوجب اجراء تصحيحي او وقائي. اعادة التقدير. يوصل باعادة التقدير ان انا في بداية المشروع ممكن وانا بعمل ما يكونش النتائج دقيقة. فيفضل ان انا يعني مع الوقت ان انا احاول اعمل على الاقل بيقول لي مرة خلال عمر المشروع. عشان اتأكد فعلا ان انا ماشي طبقا ليه الميزانية فعلا المزبوطة اللي انا كنت عملت لها في الاول. بكده يبقى خلصنا البروسيس الخاصة بكنترول سكتجول وخلصنا الشابتر كله. نحاول ان احنا نعدي على البين بوك نشوف ايه اللي كان واقع مثلا من السلايد ونحاول ان احنا نركز عليه. ونحاول ان احنا نستعد كده بان احنا ناخد نوت. وان شاء الله يوم الجمعة المفروض ينزل الفيديو بتاع الاسئلة. كان بعض الزملاء طلبوا ان هو ينزل يوم الخميس باعتبار ان الجمعة اجازة يعني ويبقى عندنا وقت ان احنا نحل زيادة وكده. فان شاء الله حاول ان انا ننزله بدل شوية وبالتوفيق ان شاء الله.